اشتركوا في القناة نحمده تعالى حمداً يليق بجلاله وجماله وكماله عظيم سلطان ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان لهم الدين أما بعد مشاهدي الكرام أهلاً بكم مرحباً في هذه الحلقة الجديدة حول شهادة الزور والحقيقة القضية ليست شهادة الزور فقط إنما هي جريمة وآفة من آفات وقع فيها ألسن العباد والقضية تحتاج منا أولاً قبل أن نفكر في شهادة الزور نفكر في الألسن التي نطقت بهذا الزور فإن لها من الآفات ما يحير الأقول وإن لها من التبعات ما لا طاقة العباد عليه فقد ثبت في الحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ومعه معاذ بن جبل فقال يا معاذ بن جبل قال يا ربيك رسول الله وسعديك ثم سار ثم قال يا معاذ بن جبل قال يا ربيك رسول الله وسعديك ثم سار ثم قال يا معاذ بن جبل قال يا ربيك رسول الله وسعديك قال ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وزروة سنامه قال بلى يا رسول الله قال له أأس الأمر الإسلام الدين كله وعموده الصلاة الحماد الرئيس الذي تقوم عليه بناء الإسلام كله الصلاة وزروة سنامه الجهاد في حساب الله ثم قال معاذ من جبل ألا هل أدلك على ملاك ذلك كله الذي به تملك كل الدين وعموده زروة سنامه قال له بل يا رسول الله قال كف عنك هذا أمسك لسانك قال يا رسول الله أَوَإِنَّا لَمُحَاسَبُونَ عَلَمَا تَنْتِخُدُهِ أَلْسِنَتُنَا قال ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ مُحَاسَ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هل هناك عمل أو مرض أو آفة تدخل الإنسان النار كآفة اللسان أخطر قضية في حياتنا أخطر مصائب تقع لنا من ألسنتنا أباك الصندق كان يمسك لسانه وابك يقول كم أوردني هذا الموارد كم أوقعني في أخطاء كم أوردني هذا الموارد اللسان اللسان المعبّر رئيس عنك وعما تخفيه فهو الذي يبنى عليه كل أحكام معاملات أظهرت بي الخير عملت بالخير أظهرت بي الشر عملت بالشر اللسان لما جاء أحد الصحابة يصرح ويقول رسول الله من نجاة كيف أنجم قال أول تعمير قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكى على خطيئتك راجع نفسك أول بأول لكن أول نصيحة أمسك عليك لسانك أمسك عليك لسانك حتى صار هذا مثل عندها القدماء صحابة تبعين لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنته أناك لسانك الكارثة الكبيرة التي يقتل بها العبد وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم من حفظ لي ما بين الأحياء أو من ضمن لي ما بين الأحياء وما بين فخذي يعني فرجه لسانه أضمن له الجنة الذي يحافظ على لسانه من الزلن وفرجه من الزن والفحش النبي يضمن له الجنة الجنة إذا ندرك القضية كبيرة والقرآن يصرح أن الإنسان سيحسب على كل كلمة قال تعالى ما ينفذ من قول ومن من ألفظ عموم كما قال علم أصول أي قول أي قول وقول جاءت نكرة فمن للعموم وقول جاءت نكرة في سيق النافي والنكرة في سيق النافي تعوم فجاء الله بعمومين في الأهياء ما ينفذ من قول أي قول وكل قول ما ينفذ من قول إلا لديها رقيب عتيد رقيب عتيد يسجل حسنات ورقيب عتيد يسجل سيجل سيجاد فالكل مسطر والكل مسجل والكل عنه ستحاسب إذا أوضع الكتاب علمت الحقيقة قال تعالى أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ما ترك شيء ما لزاد فقال ووجدوا ما عملوا حاضرة يعني مش فقط تجدوا مكتوب لا دمعا مكتوب مش فيلم تسجيلي وصورتك ونت بتكلم وأبدا دا ستجد مشهد حي يأتي الرب بك أمامك وأنت تنفذ كل ما كنت تنفذ وعندها سيظهر لك ظاهرك وباطنك لذا قال ووجدوا ما عملوا حاضرة حي أمامك مشهد حي وأنت تنفذ وأنت تخدع وأنت تراوخ وأنت تخذب وأنت تحرف الكلمة عن مواضع كل هذا سيسطر وعليك غدا سيعرض فماذا أنت خائل لربك وبأي شيء انت لقاه ما يلفظه من قوله إلا لديه رقيب عتيد كله مسطر لذا جاءت النصوص تحذر من أفات اللسان كلها من كذب من غش من خداع فكيف إذا كان هذا الكذب يترتب عليه تضيحك خلق مش فقط كذب في معاملاتك مع الناس وعدين مع محووظة كذب اللسان يتنافى مع الإيمان تماما ثبت في الحديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله أيجب المؤمن قال نعم أيبخل المؤمن قال نعم أيكذب المؤمن قال لا فبين أن الكذب يتنافى مع أصل إيمان الكذب يتنافى مع أصل إيمان ولذا كان نبي تعوذ منه اللهم يعني طهر لساني من الكذب وعين من خياله اللهم طهر لسنتان من الكذب وعين من الخياله فإنك تعنى وخير أن تعلمت في صدور فكان يسأل الله دائما أن يطهر لسانه من الكذب أن لا يصدر منه الكذب بل حياة الأمة قامت على الصدق وحياة الأنبياء جميعا قامت على الصدق وشرط الرسالة أن يكون حاملها صدق أمين والنبي أهل لها في الجهل قبل الإسلام حتى لقبته قريش بأسرها بالصدق الأمين فما بالنا إذا كان الكذب على الخلق وتترتب عليه حقوق ستضيع في الخلق هذه كارثة كبيرة جدا فالزور لون من الكذب والكذب من أجر من جرائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال مؤمن يصدق العبد يصدق وتحرر الصدق حتى يكتب عند الله صديقه ولزال العبد يكذب وتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابة وإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والصدق يهدي إلى الجنة ستشتان بين من يكذب وتحرر الصدق ثم بسبب الكذب يفجر ثم بسبب الفجور يكون مصيره إلى جهنم وبئس المصير كارثة كبيرة جدا جدا المسلم مطالب أن يتحاشها تفداه حتى يصن لسانه ويصن كلامه ويحفظ للخلق من حوله حقوقه ويحفظ للخلق من حوله حقوقه مع ملحوظة مجد إن الكذب لو كان على الله ولا يتضرر فيه يتعلق بالإنسان وإيمانه التوى تجب أما إذا ترتب عليه عدوان على حقوق العباد فحقوق العباد اللي أصلح فيها التوبة بل شرط التوبة فيها أن ترد المظالم أو يعفو أهلها هذا شرط إذا أخطأ العبد في حق ربه له أن يستغفره له أن يتوبه له أن يندمه له أن يقلع لكن إذا كان خطأ في حق العباد فكل هذا مطلوب وزيادة عليه أن يرد المظالم ويستسمح أهلها فلا سبيل الخلاص من حقوق العباد إلا بعفو العباد أو بعد المظالم ومن أعظم ما يظلم به المرء أخاه أن يشهد عليه بغير الحقيقة سواء له عدة صور شاءت تزول له عدة صور أن يقول غير الحق يستشهد حصل كذا أو ما حصل أو أن يقول الحق مع انتقاصه ليلبس على الناس حصل بس ما يكملش الشهادة ليبنى حكم غير الحكم وتضيع حقوق العباد أو يشهد بما لم يره كل هذه ألوانا شهادة وكلها شهادة الزور ووائحة فاعلها لأن الله عدت شهادة الزور في منزلة الشرك بالله قال تعالى لا إله بالله واجتنبوا حنفاء الله غير مشركين به لأن قال واجتنبوا قول الزور قول الزور فجعلوا في منزلة الشرك بل ثابت الحدو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن أكبر كبائر عن أكبر كبائر فقال الشرك بالله وعقوه الولدين يقول راوي فكان متكأا فجلس تحفز وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور قل فلم يزل يرددها حتى وددنا لو أنه سكت أنظر أكبر الكبائر الإشراك بالله عقوق الولدين شهادة الزور وقول الزور بل ما صلى آية يعني بدأ أنها يعني لذلك وميعظم حرمات الله فواخره الله عند ربي وحلت لكم وإلا متل عليكم غير محل الصيد عند حرم غير محل الصيد عند حرم إلى أن قال فاجتنبوا الرجسة من الأوثان واجتنبوا وقول الزور اجتنبوا الرجسة من الأوثان شرك واجتنبوا وقول الزور فجعلهم وصنوان ندان ندان اجتنبوا الردس من الأوسان واجتنبوا قول الزور هذا معنى خطير رد ندا لأن تضيحه كل عباد كارثة وكارثة كبيرة أن يستحلها الناس فيما بينهم فلا يبقى لإنسان حق يعيش به ولا يبقى لإنسان آمن لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا دينه بسبب شهادة إنسان في حقه فكيف تقتطع الحكومة الشهادة وكيف تضيع حكومة الشهادة يا ويح فاعلها ماذا يقول غدا لربه أتظن أنك تنام آمن وقد شهدت على إنسان فضيعت حقه والنبي عدم محوظ من تشهد له أنت ما أنصفته ده أنت ظلمت أنت ظلمت لأنك مكنته من أخذ حقه ليس من حقه أنت ظلمت من شهدت عليه وظلمت من شهدت له وقعت مش في جريمه في جرائي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثة أنصر أخاك ظالما أو مظلوم قال الصحابة يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوم نرفع الظلم عنه هذه معروفة لكن كيف ننصره ظالما؟ قال بمنعه من ظلمه فهل أنت منعت أخاك الظالم من ظلمه؟ أم أعنته على الظلم؟ أنت أعنته على الظلم؟ أعانته على الظلم ظلم لنفسك ولله ولذلك من أشد ما حذر الله منه الإقدام في باب الظلم بقليل أو كثير لا تظلم ولا تظلم ولا تعين ظلم على ظلمه بل لا يحل لك الاقتراب من ظلم حتى هو الاستعانى به بل لا يحل لك السكوت عن ظلمه بلش السكوت ما هو أدنى من السكوت؟ حرمه الله عز وجل قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من نار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون لا تركنوا يعني تركنوا مش تركن ترى ظلمه وتسكت أبدا لو تطلعت نفسك فقط أن تفكر في أن تسكت عن ظلمه لأن في السكوت عنه مصلح عد هذا لون ركون وهذا الركون كاف أن يحرمك معية الله ونصرته وَلَا تَرْكَنُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنُّرُ بِالْرُّكُونَ 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 إِيهِ وَاللَّهِ بِالْرُكُونَ رحم الله إمام أحمد رحم الله إمام أحمد لما وجهت إليه سؤال لا إلهة لله يعني وجه إليه سؤال سأله السائل قال أنا حياك أعمل حياك خياط أحيك للظالمين ثيابهم فهل أنا ممن ركن الظالمين أنا مساعدهم مش حاك بس بيخوته دمه فقط فهل أنا ممن ركن للظالمين شوف سأل ناس عندها وراء وجاءته الإجابة القاصمة قال لا بل أنت من الظالمين أنفسهم إنما ركن للظالمين من باع لك الخيط لو علم أنك تحيك له يبقى لو باعك أحد الخيط لتحيك للظالمين ثيابهم وهو يعلم أنك تحيك ثيابهم عده هو الراكن للظالمين أما أنت فأنت من الظالمين أنفسهم كارثة كبيرة جدا جدا كيف نعوم ظالم على ظلمه بكلمة منا بسكوت منا كتمان الشهادة في وقت الحاجة إليها جريمة قال تعالوا لا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه وانظر لتعبير قرآن ما قالش آسم قال آسم قلبه قلبه ما سكت إلا رضا عن ظلم الظالم ودي كارثة كبيرة جدا 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 فأنت في عداد الظلمة بسكوتك فأنت في عداد الظلمة بسكوتك أنا ما قالتش حاجة نسكت فقط بس شفت الظلم أمامك وسكت وتركت الظلم يظلم ستحشر معه ستحشر معه فكيف بمن عانى كيف بمن قدم له ما يظلم به من آلات ومعدات كيف بمن شهد له بالزور على المظلوم يا الله لدرجة أن الله بيّن في القلآن إن العقاب على الظلم أشد من العقاب على الكفر فالأم التي هلكت كلها هلكت بالظلم مش بالكفر بس بل نص الآيات في سورة النساء إن الذين كفروا كفروا وصدوا عن سبيل الله قال قد ضلوا ضلال بعيد الآلة بعدها قال إن الذين كفروا وظلموا يعتدوا على حقه العباد يبقى اعتدوا على حق الله وحقه العباد كفروا وصدوا عن سبيل الله كل يتعلق بحق الله قال قد ضلوا ضلال بعيد لكن كفروا وظلموا لم يكتفوا بحق الله لأعتدد على حق الله أعتدد على حق العباد فرب العباد يغضب العباد إن الذين كفروا وظلموا قل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريقة جهنم وخالدين في عبدا وكان ذلك على الله يسير ليس لهم طريق إلا جهنم ليس لهم نهاية إلا النار إذا قضية خطيرة جيت ستدخل بها أنت من حيث لا تحتشد في عدد أهل النار لا تركنوا ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار فرد تمس النار على الروكل الظلمين فكيف بالمشاركة وكيف بالشهادة وكيف بالإعانة عن الظلم كارثة كبيرة جدا جدا والناس عنها في غفلة قاتلة فكيف بمن يشهد بلا علم وبلا حق وبلا واقع ورب العباد يقول استلقونه فكيف لو كانت الشهادة دي في عرض فيها حد في أموار ستختفع من أولى الناس في عقوبات تترتب وناس ينكل بها أو تقتل أو تشتل فكيف من يشهد على قتل قتيل أيها لا أقتل أنا أشهد أنه ظالم أو إرهابي أقتل أقتل النبي يقول من أعانى على قتل مسلم ولو بشق كلمة الأقبس أو تلبس جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيسهم من رحمة الله لا أمل له في رحمة الله انتهى انتهى أعانى على ظالم على ظلم صفق له هلل له غنى له على ظلم كوارث وقع فيها ملايين من خالق يا من صفقت للظالم وهللت للظالم مع ظلم وهللت للقاتل مع قتله وهللت لسارق الأموال من يعتدع العباد لعدوانه رحبت أتظن أنك ستفلت من عقب الله لا والله لا والله قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عن معمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم انظار الله لك لا عن الإنهال أنت ظالم فكيف بمن شهد ليتم الظلم وليقع الظلم هذه الكارثة كبرى جدا 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 ستأتي بمظالمة لبعد يوم القيام كلها شاركت الظالم في قليل أو كثير ستكون شريكه في كل ما فعل مجرد رضاك عنه فقط كرثة عكونك عنه كرثة مشاركتك له أم الكوارث أم الكوارث فأين المفر من الله عز وجل ورب البدل لما ذكر كل الأم اللي هلكت جعل السبب الرئيس في هلاك الظلم وليس الكفر قال تعالى كل القرون هلكت متى؟ متى قال لما ظلموا؟ لم يقل لما كفروا قال لما ظلموا لأن الكفر عدوان على حق الله وعده الظلم عدوان على حق الله حق عباده فهو أشد بالكفر في ميزان الله ولقد أهلكتنا كلهم قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم ببنات ذكروهم وحذروهم هذه الكارثة الكبيرة جدا وما كانوا لي مصررين على الظلم مصررين على العدوان مصررين على تضيع حقوق العباد شريعة الله كلها قامت على رفع الظلم قالت عالي في حدث القدسي يا عبادي إن حرمت الظلم عن نفس وجعلكم بينكم حرم فلا تظلموا بل أجمع الفقاء على أن كل أحكام الفقه في الدين وأحكام الدين قامت على حفظ هذه الحقوق الخمسة لكل البشر حفظ النفس حفظ الدين حفظ العرض حفظ العقل حفظ المال أي حق من هذه الحقوق يضيع عند أي عبد ستسأل عنه يوم القيام ماذا نقول غدا لربنا لذا لما متح الله عبد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور مش لا يشهدون بالزور الشهادة بالزور إن ينطق بكلام الزور عندما تطلبهم الشهادة لكن لا يشهدون الزور يعني لا يرونه أصلا لا ينظرون إليه ولا يجلسون في مجلسه ولا يجلسون أصحابه ولا يرونهم مجرد الرؤية يفروا منها لا يشهدون الزور يعني لا يرونه أي موضع يشعر أن فيه زور لا يدخل عليه ولا يقدم عليه ورب اللي بات صرح بهذا فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها وستهدوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثنا غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنة المجمع يبقى إن وجدت في المجلس ورأيت فيه ظلم زور يلزمك الفرار بل ما هو أشد الآية الأخرى لو رأيت المجلس الذي تظن أن فيه مظالم يلزمك الفرار بمجرد الرؤية مش الجوز معهم والفرار بعد أن دخلت لا حين تراهم فقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الزكرى مع القوم الظالمين إذن هذا أمر جلل يلزمنا الفرار منه والذين لا يشهدون زور يعني لا يرون أي لون من ألوان الباطل أو الضلال أو الظلم لا يحضرون مجالسه ولا يحضرون مع أهله في أي موقف كانوا لا بالشهادة ولا بالرؤية ولا بالكل نجرد وجودك إما أن تشهد وإما أن تركن وإما أن تجاريهم وإما أن تسكت عنهم وكل هذه جرائم في حقك أسأل الله أن يعافينا وعافيكم من الظلم والظالمين وأن لا يجعلنا أبدا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من قوم الكافرين ربنا لا تجعلنا مع الظالمين لا في الدنيا ولوم الدين والحمد لله رب العالمين ورزاكم الله خير وحسن سماعكم ومتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبرك على سيد الأولين وآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة